السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها المشتركات ومشتركين معي في قناتي صحتي رسمالي ها نحن في الفيديو الثالث والجزء الثالث من علاج هاشيموتو لان كما لاحظتوا كان الحلقة الأولى تكلمتكم على هو ممنوع بشكل كيف الأجسام نوقفها أمور لابد من طرحها جانبا وكان نفس الوقت كان أمور ضروري تكون حاضرة ونكلعون سهلك بطريقة منتظمة إذا كان فيه الفيديو الأول والفيديو الثاني اليوم إن شاء الله الحلقة الثالثة وهي نتكلم لكم كيفاش نمر من مرحلة المنع إلى مرحلة الإدماج ومرحلة البحث عن العلاج بهذه الوسائل لأن الأمر يحتاج إلى أمور تدخل بسلاسة وبتنظيم إذا بعد فترة العلاج إذا نقلنا الممنوعات نعملها ستة أسابيع ستة أسابيع نشوف نفسنا مع الأعراض المشاكل التي لدينا نحس نفسنا هل نحن في تحسن أم لا وبعد أن نشوف نفسنا إذا تحسننا فماذا نعمل؟ نبدأ في عملية إدخال الممنوعات تلاحظوا بأنه كانت لدينا قائمة قائمة الممنوعات هذه الممنوعات ماذا نعمل لها؟ هناك ممنوعات لا يمكن أن ندخلها أصلاً نعطيكم مثال مثلاً السكر السكر الأبيض يبقى دائماً من الممنوعات لا ندخله حتى المسكر بغير سكر الغير صحي لأنه يعمل السرطانات إذا مثلاً السكر لا ندخله أصلاً المواد المصنعات كيموية في الممنوعات أصلاً تبقى دائماً ممنوعات لا نعبدوش ندخلها إذا هذه الممنوعات يمكن أن تعملها إلتهابات لا يمكن أن نسمح النفسي أن نشري أطعمة واجدة نهزها فقط ندخلها مثلجة ونستعملها مباشرة حتى الأمور سيرجوا للجامدة أرجاء أن نبتعد عنها لأننا فيها دهنيات وأمور غير طبيعية لا نعرفها وما يذكرها لأنها ضرورة تقنية التجميلة تتطلب ذلك وهذا الأمر غير جيد إذا السكر وكذلك المواد المعلبة والمصنعة هذه تبقى دائماً من الممنوعات الزيوت المهدرجة والمتحولة تبقى دائماً من الممنوعات إذا ما يبقى؟ تبقى أننا عائلة من كل ما هو حب وحب وكل ما هو حليب ومشتقاته وكذلك البقويات وكذلك إذا لاحظت البيض والكحول الكحول أحسن شيء الإنسان يعني يكون من نظر الناس مثلاً غير المسلمين أن يشربوا بيتعقل وأن المسلمين هم ربي منه يعني لا كحول ولا خمور ولا محزنوا ولا مشروبات روحية ولا محزنوا أما الناس المضمنين على هذا الأمر ودينهم يسمح لهم بهذا الأمر يعني ممكن يخذوا بتعقل لا يخذوا بصورة متهورة أو كبيرة كمية لا يخذوا بصورة أول شيء نبدأ في الممنوعات ونبدأ في مثلاً في البقوليات إذا أخذنا البقوليات وحبنا ندخلهم بمعنى العدس والحمص والفور واللوبيا والفاصول والجلبان هذه الحبوب وكذلك الذرة ممكن أن نصنفها مع حبوب أخرى وهي القنح والشاعر كذلك من الحبوب الأخرى إذا البقوليات ندخلها بتعقل بمعنى اليوم حبيت ندخل في نظام الأكل التي مولفت عليها صحي مدة 6 أسابيع وعطني نتائج جيدة ندخل مادة العدس نأخذ كمية قليلة 200 غرام من العدس ونأكلها وننتظر يومين يعني ونحافظ على النظام مدة يومين إذا نأخذها في وجبة ونعديش تقريباً تحت 100 غرام تقريباً يعني قيمة صغيرة ومن الأحسن البقوليات نأكلها منبتة يقولون نحن نطلب كثير هذه الصحة إذا أحبنا الصحة دارون أن الإنسان يجاهد ويتعمل ونبتة يعني أن تقريباً في الماء من قبل لمدة 10 أو 8 سوائ الوقت أن تقريباً حتى أن تقريباً يعني أن تقريباً من هذا الشيء الأبيض لأن الإنتاج تقريباً لأن الشيء الأبيض يجب أن يخرج منها وهذا الوقت أحسن شيء أن تأكلها نيئة في سلطة وإذا أحبتم أن تأكلها طهي يعني أطهيوها لحم نسموح لحم بأنواعها كلها وعندكم كذلك الخضروات كونوا معها مادة العدس إذا نأخذ العدس وننتظر يومين ونشوف مع نفسي المشاكل كانت عندي مشاكل في الأظافر في الشعر في البشرة في الجهاز الهضمي المرأس مشاكل في طرازين نهبي الحمام هل رجعت أم لا هل عندي معها مشكلة ننتظر يومين ونشوف مع نفسي وممكن أحسن شيء مثلاً نأخذنا عدس اليوم وننتظرنا يومين اليوم من بعده نجرب العدس ولكن نجرب مثلاً اللوبيا نأخذ منها وننتظر يومين ونشوف وهكذا إذا يوم بيومين يوم بيومين حتى نعمل تقريب قائمة الباقولية ونشوف مع نفسي لم أجد الباقولية كريتهم أعمل لي ولا شيء إذا هذا مكسب لي نحاول ندمجها مع المسموحات التي كانت هنا من الممنوعات نتلاحظوا بأن لدي ممنوعات نهز نقول إذا هذه بعدما عدى لها فترة يوم أكل يومين انتظار يوم أكل يومين انتظار ودخلت وشوفت مع نفسي ولم يبقى لي ولا شيء تأكدت بلي هذا ولم يهمش أعداء حقيقيين لم يعملوا لي ولا شيء ندخلهم في القائمة وهكذا مع كل الباقولية لأن نوكلهم كلهم كان لك ممكن لم تذكرتهم كان لديهم أعدس بالألوان إذا ندخلهم بشوية حتى يدخلوا ونستفيد منهم ونحطهم في القائمة مثلا الألبان من الأحسن حليب البقر نبتعد عنه نهائيا لم يكن حليب البقر في اليهور تاعب تسويس أي شيء من المنتجة بصناعة عامة الزبدة جاءة من البقر نبتعد عنها للمشتقة الحليب الزبدة لا نستعملوا لا زبدة البقر ولا سمن البقر نحاولون نبتعد عنه إذا نرجع مثلا إلى مادة المكسرات وهو الجوز اللوز إذا هذه المكسرات نأخذ كمية قليلة في النهار في اليوم نفرض أن يستفيد كل البقرية معي نأخذ الآن المكسرات نأخذ منها كمية صغيرة ونذوق مثلا اللوز أو الجوز ونرى بعد يومين أو ثلاثة ما نأخذهم نشدهم ورقة ونرى ما أفعله أم لا إذا شاهدت كل شيء ندخل في قائمة المسموحات البيض إذا نبدأ صحاب هاشيموتو أحد من البيض أبدأ بالصفار أخذوكم الصفار ولكن نجعله أخر لأن البيض يجعلنا مشاكل صحاب هاشيموتو أكيد إذن الصفار فقط نأخذ الصفار اليوم ننتظر يومين ثلاثة نرى مع نفسنا لكن أحوالنا جيدة نكملوا في الصفار وندمجوه في أمورنا والبيض نبتعد عنه تقريب لمدة ست أسابيع ست أسابيع ست أسابيع ونرى في أربعة أشهر ونحن بدون بيض الأمور التي ممكن ندمجوها وهو منتوج الدهن الحيواني وهو السمن من زوء الحليب لا يوجد حليب نشربه منه كمية صغيرة في مأكلتنا ونرى معه لكي نضعه في الفرن لكي نسمحنا لكي نضع أمور في اللحوم داخل الفرن نحتاجه إلى السمن أو في حلوياتنا ثم نذهب إلى عناصر أخرى وهي السوناناسي بمعنى الفلفل أحمر الفلفل حار الفلفل أخضر الفلفل أخضر البدنجان مادة الخرد الفجل هذه الأمور لا نأخذها كلها ولكن كل مرة نجرب منها واحدة فقط وننتظر يومين ثلاثة نرى مع نفسي هل بدنجان نعمل لي شيء وكذلك الطماطم داخل معهم الطماطم من السلاناسي إذن هي تكون كذلك ممنوعات إذا بدينا نحبين أن ندمج مادة الطماطم نحاولون نبتعد عن الحبيبات الموجودة فيها من الداخل لأنها لا تساعد أصلا نخذ الطماطم فقط القشرة الداخل أما الحبيبات فنبتعد عنها لا ننكلوش الحبيبات كذلك عناصر أخرى ممكن نحاول أن ندخلها معنا وهي التوابل مثلا فلوفل الأسود نأخذ حبات فلوفل الأسود لا نأكلوش المادة ولكن نضعوها فيها شاشة في الطعام نأخذ منه ماه ومن بعد هو نرميه جانبا ونستهلكوه مباشرة بالنسبة للقمح من الأفضل أننا لا نأخذوش أصلا في هذا النظام نبتعد عنه القمح أصلا شعير مخفف من الجلوتين ممكن ندخله شوية شوية ولكن القمح ودعوا القمح ما تخليوه ما معاكم نعود أن أرجع لكم لأن الجلوتين عبارة عن بروتين يشبه الشيء الموجود في الغضة الدراقية ولما يسرته يشفي الجسم فلما يدخل البروتين الجلوتين داخل الجسم فهو يخرج لنا الأجسم تحاول أن تهجم نفس الشيء على الغضة الدراقية تلاحظوا نفسكم لما تأكدوا أمور السيريال أمور الجلوتين فهو تكون أحوالكم غير جيدة يعني تلاحظوا نفسكم التي تكون أحوالكم غير جيدة لأنكم كليتوا أمر غير جيد يهيج لكم الجسم بإمكانكم إذاً لا تنسوا أنكم انتبعتوا لي رسائل وأسئلة لتطرحوا وتحاولوا تعرفوا ما هي الأمور الأخرى ممنوعها المسموحة أم كنت تتصلوا معي إن شاء الله لا تنسوا أنكم تشتركوا وتفعلوا الجرس سيأتيكم كل جديد إن شاء الله شكرا من حسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته